السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورشعنا معكم مرة اخرى في فيديو جديد ودائما رانا مع يوميات فلاح اليوم راح نقوم بزراعة القمح نوعية القمح اللي زراعته وهو القمح التواتي راح نزرعه بالرماد او السماد اللي راح نستعمله له وهو الرماد اول شيء نبدأ في توزيع الرماد في هذه السراعة هنا بعد اللي وزعت الرماد راح نقوم بتوزيعه بهذا الشكل على مستوى السريحة كلها كيف راكم تشاهدوا الان نواصل بهذه الطريقة وبعدين اه نجيب اه البذور هنا عندي البذور اه تقريب هاد الكاس اه اثنان منه راح يكفي لي هاد السريحة لانها ما هيش كبيرة ياسر راح نرمي فيها البذور كيف راكم تشاهدوا الان بعدين نقوم بتقليب البذور تقليب خفيف جدا بحيث انه اه تدفن البذور نواصل بهذه الطريقة حتى اه نكمل اشتركوا في تقليب البذور ون من البذور شكرا اشتركوا في تقليب البذور شكرا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اثناء دفن البذور نمشوا الاخر السريحة نسحبوا الرامل في السريحة حتى ما تجمعش لنا الرامل في مدخل الماء نواصل بهذه الطريقة حتى نكمل هادو اربع سريح لراهم عندي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كيف راكم تشاهدوا الان حولت لها الماء حتى نسقيها وطبعا اثناء دفن البذور السراح الاولى اللي راه في الجهاء الاخرى قمت بدفنها قبل هذه وسقيتها وهنا الان جيت نسقي هذا المكان وطبعا راح ندخل له ونبدأ بتسوية دخول الماء لازم يدخل الماء بهذا الشكل يدخل بشكل هادئ جدا حتى نعرف انه سريحة مستوية او على استواء واحد وبهذا الشكل راح تنبت لينا البذور نبات موحد ان شاء الله ينال اعجابكم هذا الفيديو وتستفيدوا منه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتهت لطبع على المىascار الاقلال المناطه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر